من فوائد وآثار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه أن الإنسان يتمكن من إقناع غيره فيما لو احتج عليه فأنت مثلاً لو عملت عملاً صفةً في عبادة أو أي عمل ثم سألك سائل ما دليلك على هذا الفعل لو قلت هذا قد نص عليه الإمام أبي حنيفة أو نص عليه الشافعي أو أحمد أو مالك هذا ليس حجة لأن هؤلاء الأئمة على جلالة قدرهم ومكانتهم يحتج لهم لا يحتج بهم فأقوالهم ليست حجة ليس دليلاً شرعياً أن تقول مثلاً إن الإمام أحمد يقول كذا أو إن الإمام أبي حنيفة يقول كذا الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام استمكنت من إقناع غيرك فلو احتج عليك محتج وأنت تفعل عبادة ما دليلك على هذا لقول دليلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو قال ذلك لكن لا تستطيع لو لم يقم معك على دليل لا تستطيع أن تقول إن الإمام فلان يقول ذلك أو إن الشيخ فلان يقول ذلك لأن أقوال الأئمة والشيوخ ليست حجة كل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج لقوله ولا يحتج بقوله الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر